بتقولي انك بتحب الأكل بس انت رشيقة طويلة ورشيقة فبالتالي يعني مش بحس خالص ان انت ولا انت بتلعبي رياضة ولاي لا يعني هو من ضمن التغيير في الشكل ان انا مثلا زايدة 10 كيلو في العشر سنين من امتى؟ في العشر سنين طب يا بس مما انت فيه بيبي وخلفتي ده شيء طبيعي بس ده بيغير في الشكل بيغير حتى في شكل وشك طبعا يعني تركبتك الجسمانية بتتغير لا بحافظ يعني بترجعي بالليل تأكله مثلا يعني بحاول ما اعملش كده مع ان انا بحب العادة دي جدا احب او يقعد بالليل اصاد التليفزيون واكل رم رم في الحاجات اللي بتتخن كلها ديما او حتى اكل من اكل الغداء اللي هو بيبقى اكل تقيل جدا ديما ساعة اه 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 ويبقى الكلام ده مثلا بعد اما خلص شغلي الساعة 1-2 الصبح ده حاجة بتودف ده جدا اه فبقى لي كذا سنة بقيت لما اوصل لوزن معين ابتدي ابقى واقفة على الميزان وبلطه مبعاية فاقف البققي 3-4 شهر اقف البققي بمعنى اقف البققي بعمل سيام متقطع بروح لدكاترة ريجيم بتبع نظام غذائي زمان ما كنش بعمل للمجهود ده بس برضو فكرة ما هو مع السن الميتابوليزم بتاع البني ادم بيتغير وبيبقى لازم تلاقي طرق صحية علشان تلحلحه لانه الادوية اللي بتتاخد عشان تسد النفس دي في النهاية بتبوز حاجات تانية فلازم تعملي مجهود وانا جزء من شغلي يعني شكلي وجسمي هم جزء من راس مالي في الشغلانة دي تلعبي رياضة؟ لا بس بحب اسوق عجل وبحب امشي يعني دي الاشكال الوحيدة اللي شبه رياضة بس رياضة بقى هارد كور وشبه الناس اللي بتطلع عالسوشال ميديا في الجيم وكده ما بعرفش لما بتتفرجي على فيه فنانات كتار بيلعبوا رياضة رياضة ما شاء الله باخدوكم وتشيل ويتس وكده خدوني معاكم فلما بشوفها بتشيل ويتس كده يانها ربيض فاحنا خيرعين قوي اه لا 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 انا ما يعني برفع القبعة تحية لكل الناس اللي بيواصبوا على فكرة الرياضة بشكل جامد وحقيقي